في تصريح خاص لمركز الأخبار أكد سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء أن مملكة البحرين حققت العديد من المنجزات الوطنية المهمة التي طالت مختلف المجالات التنموية في المملكة وذلك بفضل توجيهات الملكية السامية لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أرفع أسماء آيات التهاني والتبركات إلى سيدي صاحب الجلالة الملك المعظم وسيدي سمو ولي العهد الأمين بهذه المناسبة القالية وأؤكد على أن الأعوام الخمسة وعشرين الماضية شهدت تطورا كبيرا في جميع المجالات ومنها السياسية والحكومية والاقتصادية والشبابية والرياضية وهذا يرجع إلى قيادة ورؤية سيدي صاحب الجلالة وفي هذه المناسبة نجدد العهد والولاء لسيدي صاحب الجلالة والوعد بمواصلة العمل بكل جد واجتهاد إن شاء الله خدمتا للقيادة وللوطن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر